السؤالي ليج دلوقتي انت قلت قبل ما نروح للفاصل قلت لي عايزة كلمك على حاجة تخص نادي ليو ليو الفرنسي وافكارهم واداراتهم لفكرة التعامل مع قطاعات الناشئين وزي هنقلوها لينا في مصر من خلالك بص دي نقطة مهمة جدا احنا عادنا على مدار سبع او ثمان ايام مسؤولين نادي ليون سواء ناحية الكوادر الادارية او الكوادر الفنية جوموا هنا والتقوا بالمدربين المصريين والتقوا بالولاد وشافوا التمارين وشافوا وكانوا طالبين كمان من ضمن الجدول اللي هما كانوا عايزينه ان هما يشوفوا ماتشاط للفئات العمرية اللي هي 16 و 17 و 18 سنة فنظمنا بعض المباريات وقعدوا تكلموا مع المدربين الفيدباك بتاعهم الجيد ان انت الحمد لله عندك مواهب كويسة عندك ولاد كويسة بس بديك بس تركات حاجات معينة هو وشاف مدربين على الحمد لله عندنا احنا مدربين كويسين جدا لان المدربين بتوعنا الحمد لله ما بغيرش مدربين كتير فموجودين من ايام الاجانب من ايام الناس توبطاريس سان جرمان فعندي ومدربين ولاد صغيرين شباب يعني بتكلم في ثلاثينات وعشرينات مدربين كويسين جدا فشافوا فيهم بوتانشيل كويس قوي فالحاجة اللي تشجع ان هما قالوا لي ان هما بيعملوش كده عادة بس وجهوا لنا الدعوة ان يطلع من عندنا ثلاثة او اربع مدربين يتعمل لهم من اللي هما اختروهم يتعمل لهم معايشات هناك كذلك اختاروا ثلاث ولاد من عندنا هيطلعوا يعملوا برضو معايشات واتفقوا معنا بنوعا ما بعد جلسات حوارية كبيرة ما بيننا ان هما زي ما قلت لك هما عندهم اكاديمية مخصوصة للمانتل هالنف او من المانتل هالث بتاعة اللعيبة انا طلعت وجود راجل يشرف على الناحية العقلية او الناحية الزهنية وتطوير الناحية الزهنية بتاعة الولاد وتطوير طريق التفكير الولاد سواء جو الملعب او برا الملعب دي من الحاجات تفاصيلها كتير اوي محتاجة ست سبع حلقات بس دي من الحاجات كبوردر لاينز او كخطوط عامة الحاجات المهمة جدا 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 في اللعيب الكورة دلوقتي ازاي انت بتقدر تتحكم في سباتك الانفعالي ازاي انت بتقدر تتحكم في عصبيتك في الملعب في قراراتك في الملعب ازاي تقدر برا الملعب تدير حياتك ازاي تقدر يبع علاقتك كويسة باللعيبة بتاعتك في لحظات معينة واحنا زي ما بولك شافوا ماتشاط وانت بيجي في الجون الناس بتتصرف ازاي اللعيبة بتتصرف ازاي الولاد دول معدين ازاي بشكل نفسي ان هما يبقوا في يوم الايام بروفاشنال ازاي تقدر توصلهم للناحية دي لان دي ناحية دلوقتي بقت متسخة بشكل كبير اوي من ناحية الفنية فدي من الحاجات اللي احنا طلبنا ان احنا يبقى فيها معاونة منهم وهم قابدوا موافقة بشكل كبير اوي ان شاء الله في شهر عشرة هيجينا حد من النادي اللي هو المسؤول عن المنتل كوتشنج وهيبقى معانا لكن طبعا احنا لازم نوفر جانب او عنصر مصري يتعلم منه او يبقى فيه كونكشن ما بينهم علشان هو اللي هينقل للولاد فانا هو قادر اعمل كمان كادر بالزبط هي المشكلة بقى كريم في الحتة دي انت عندك العلم ده في مصر مش كتير يعني انت عشان تتلاقي منتل كوتش في مصر متخصص في الناشئين مش كتير للأسف انا بحاول ادور بقى لي فترة بس هي العلم ده عندنا مش كتير فدي حاجة اتمنى ان هي تبتدي تتطور في قلتني النقطة هتكلمني فيها شوية كمان ودائما برضو بتحفظ عليها في كثير من قطاعات الناشئين في مصر فكرة انه لما بتكلم مع حد اقول له هل انت عندك اخصائي نفسي للأطفال دول او للشباب دول او الاولاد دول يقولي لا المدرب دوله ايه ما هو المدرب هو المفروض يعمل ده انا عايز اقولك ان المدرب محتاجة خصائي نفسي احيانا كتير اه لا لا بقولك بمنتهى الصراحة يعني انا بقولك سبع او ثمان سنين في مجال الناشئين فبتحضر مطشات تقريبا لكل الفئات العمرية انت بتشوفها كريم احيانا الناس على الخط مدربين في أندية كبيرة وفي اماكن كبيرة بيتكلمهم مع الولاد وسط المطش بشكل انت ما تتخيلوش يعني دي من نقطة كويسة قوي انت عارف دايما الناس الأجانب يقولك وانت المطش شغال تتكلمش مع الولد لان الولد بيبقى واخد قرار في دماغه وعايز ينفزه انت لما بتقوله حاجة ممكن تبقى عكس اللي في دماغه وتعمله دستورشن ممكن هو يبقى هو حاس بالموقف معين في الملعب يعمل لك حاجة انت مش متخيلها حاجة مبداعة لان الولد في المطش بياخد معلومات من حاجات اللي في دماغه من زميله في الملعب لك انت تخيل أولياء الأمور اللي وقفة بره لك انت تخيل المدربين المساعدين فدايما سياسة الناس الأجانب اللي احنا اشتغلنا معهم ما تتكلمش مع الولد طول ما انت وقف على اللاين تدي بيزيكس بس في مدربين انا كنت بشوف واندية كبيرة واندية متطورة جدا مفروض على الورق لكن للأسف هي لأ بيتكلموا مع الولد اكينه بيعاب بلاي سيشن كده تعال اكينك بيعاب بلاي سيشن فده طبعا من الحاجات اللي زي ما بقول لك مش عايزة ابعد عن السؤال بتاعك كتير بس هي لأ طبعا الولاد محتاجة عنصر التطوير الزهني مدربين على فكرة تاني برضو بكرر لك المدربين هم من أهم النقاط اللي محتاجة تطوير في مصر محتاجة تطوير بشكل كبير جدا جدا بالذات على مستوى قطاعات الناشئين تعارف دايما في أوروبا بيعكسه لازم بمدرب كويس قوي عشان يمسك في الناشئين مدربين درجة الأولى طبعا أكيد يبقى كويس